في الحقيقة لا أعلم عنه ما يكفي هل تؤمنين بخالق؟ نعم أؤمن بوجود إله لكنني لا أعلم الكثير عن الإسلام حسناً هل تقبلين أن الخالق ليس رجلاً أو امرأة وليس كمثله شيء؟ لا أعتقد أنه إنسان تماماً وهذا ما أقصده وهذا ما نؤمن به نحن المسلمون ونستخدم مصطلح الله لماذا نستخدم مصطلح الله؟ لأن الكلمة العربية الله ليست مذكراً أو مؤنساً فنحن نؤمن أن الله واحد أحد ليس إثنان أو ثلاثة هل تتفقين معي أن الخالق لا بد أن يكون غير مقيد؟ نعم لكي لا يكون الله مقيداً فلا بد بالضرورة أن يكون واحداً أهذا منطقي؟ فنحن نؤمن أن الله واحد أحد ونؤمن أن الله مستقل بمعنى أنه لا يعتمد على أي شيء وكل شيء يعتمد على الله فكل ما في الكون يعتمد على غيره هل تتفقين؟ حسناً فإن كل شيء في هذا الكون يعتمد على شيء آخر فلابد من وجود شيء مستقل وهو الله الخالق الذي يعتمد عليه كل شيء الله لم يلد ولم يولد فليس له أب أو أطفال أو جد كما تعتقدين كما تعتقد بعض الديانات الأخرى لكننا نقول أن ذلك ليس منطقيا ولم يكن له كفوا أحد ما يعني أن كل ما يخطر ببالي فهو ليس الله لأن الله أعظم من ذلك كأن أقول لك أنظري للشمس لعشر دقائق متواصلة هل تقدرين؟ فتخيل الله الذي خلق الكون والذي خلق الشمس والقمر والنجوم قال تعالى في القرآن الله نور السماوات والأرض فبما أننا لا نستطيع النظر للشمس فكيف نستطيع النظر لنور السماوات والأرض؟ فهذا هو الخالق الذي نؤمن به فهل هذا منطقي ويتوافق مع فكرتك عن الإله؟ نعم منطقي وأتبع ذلك تقريبا إذن أنت تؤمنين بالله؟ نعم أفترض ذلك نعم لأن هذا هو وصف الله فمثلا لو نظرتي للديانة الهندسية ففيها عدة آلهة حسب الإله الذي ستختارين فهناك إله له رأس فيل مثلا وهذه ليست الآلهة التي تؤمنين بها صحيح؟ بالتأكيد لا تؤمنين بالإله الهندسي ولا بالإله النصراني الإبن والأب والروح الكدس لا تؤمنين بذلك أيضا صحيح؟ ولا تؤمنين بالإله اليهودي أيضا صحيح؟ لا الإله اليهودي فيه صفات نقص وسأعطيك مثالا مثلا الإله في العهد القديم حسب التراث اليهودي تصرع مع يعقوب فهزمه يعقوب فطلب منه الإله أن يتركه فتركه ثم قال له الآن وقد صرعت الإله ستدعى يعقوب الإله أيضا في الكتاب المقدس في العهد القديم يتذكر عن طريق قوس قضح مثلا وندم على خلق البشر هل تعلمين ما معنى الندم عندما تقوم بفعل لا تعلم عاقبته فتندم عليه وهذا معنى الندم لكن الإله عالم الغيب فكيف يندم الإله على شيء رغم أنه كلي العلم هل فهمتي؟ فأنا متأكد من أنك لا تؤمنين بهذا النوع من الآلهة التي يندم ويهزمه الناس فعندما أقول أنك تؤمنين بالله فأنت تؤمنين بالله لأنك لا تؤمنين بكل تلك الصفات فأنت تؤمنين بالله والآن ماذا عن رسلي وأنبياء الله هل تؤمنين بهم؟ الآن سننتقل للخطوة التالية في الحقيقة لا أدري أظن لو قرأت أكثر عنه لأن سؤالي هو لماذا يكلم الإله الناس؟ ممتاز جدا دعيني أجيب أخبرنا الله في القرآن بأنه لو أرسلنا لهم ملكا فلن يستطيعوا الاقتضاء به هل هذا منطقي؟ ما يعني أنهم سيقولون مثلا أمرنا الله بالصلاة ثم يبين لهم الملائكة كيف يصلون فيقولون ذلك كائن مثالي ولا أستطيع تقليدا الصلاة صعبة لا يقدر عليها إلا ملك وقد أرسلت كائنا مثاليا لو أرسلت بشرا عاديا ربما لا يستطيع لكن لو أرسل الإله بشرا وأبان هذا الإنسان عن حسن الأخلاق فهكذا يمكننا أن نتخذه قدوة ولا أحد يستطيع أن يقول لا أستطيع فعلها لقد فعلها بشر من قبلك وهو إنسان مثلك فالرسل هم بشر يبينون لنا كيف نتصرف وكيف نتصل بالخالق هل هذا منطقي؟ فلهذا نؤمن برسل الإله ونقول أن النبي محمد كان موجودا قبل 1400 سنة السؤال الآن هو هناك عدة احتمالات يمكن التوصل إليها لأنه ادعى أنه رسول الإله فما هي هذه الاحتمالات؟ أما إما أن نبي محمدا كان صادقا أو أنه لم يكن صادقا لنفترض مثلا أنه يتوهم أو لنفترض أن نبي محمد حصل عليه من مصدر آخر وهو الشيطان أو غيره هذه هي الاحتمالات الوحيدة هل هناك احتمالات أخرى؟ في الحقيقة لا أدري فكري في الأمر وسأخبركي لماذا؟ لأننا لو استبعدنا الاحتمالات الأخرى فالخيار الوحيد المتبقي هو ماذا؟ لابد أن يكون رسول الإله لأننا نعلم أصلا أن الإله موجود وإن كان الإله موجود فلابد أن يرسل لنا من يهدينا لأن كل شيء في الكون مهدي حتى النباتات والنمل لذلك لن يتم استثناؤنا لأننا أيضا نحتاج الهداية من الخالق لماذا لا يمكن أن يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام كاذبا؟ لقد اتصلت بشخص بالخطأ معذرة لماذا لا يمكن أن يكون النبي كاذبا؟ لأنه لقد نسيت تماما ما كنت أريد قوله للأسف لنرجع لموضوعنا النبي محمد عاش بين قومه لأربعين سنة كانوا يلقبونه باللغة العربية بالصادق الأمين هل تعرفين معناهما؟ الصادق الأمين فقد كان قومه يدعونه بذلك وذلك قبل أن يبلغ رسالة وقبل أن يقول أنه رسول من الإله فعندما كان يقول ذلك لم يكن يتلقى الوحي بعد فقد عاش معه الناس لأربعين سنة والناس في الماضي كانوا يعرفون جيرانهم والناس من حولهم جيدا لأنه لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي فقد كانوا يتلقون ويعرفون بعضهم البعض وإن كان المرء كاذبا يكون معروفا بين الناس وإن لم يكن المرء صالحا ويعمل السيئات يكون معروفا بين الناس ذلك خاصة في المجتمعات الصغيرة في صحراء جزيرة العرب فنحن نقول أن النبي محمد كان يلقبه قومه بالصادق الأمين وهذه شهادة من قومه بأنه صادق وأمين وهذا أولا وثانيا عندما نزل الوحي على النبي محمد وقف على جبل ثم قال إن قلت لكم هناك جيش خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي فقالوا له ما جربنا عنك إلا الصدق عندها قال لهم أنا رسول الإله فكفروا به لماذا؟ لأنه أمرهم بترك عبادة الأصنام وترك اتباع دين آبائهم والحجارة التي يصنعونها بأيديهم فلم يعجبهم ذلك فكفروا به وأتيحت للنبي محمد فرص للحصول على كل ما يريد لو كان كاذبا فلو كان كاذبا سيكذب للحصول على المال والنساء والمكانة الاجتماعية لهذا ستكذب وإلا لما ستكذب وهذا ما عرضه عليه أثرياء مكة أولا كان له نسب شريف وهو نسب قريش وهم المؤتمنون على الكعبة المشرفة فقد كان يملك الشرف وكان متزوجا بامرأة من أثرياء مكة في ذلك الزمان وكان يتاجر لها فقد كان يملك المال وكل شيء لكن عندما بدأ في تبليغ رسالته جاءوا إليه وعرضوا عليه وقالوا له ماذا تريد إن كنت تريد أن تكون حاكما سودناك علينا إن كنت تريد المال أعطيناك إن كنت تريد النساء نعطيك ما تريد من النساء فقد توقف عن تبليغ هذه الرسالة فقال لهم أترون هذه الشمس أعطوني قطع منها وسأتوقف وهو مجازا عما يعني أنه لن يتوقف أبدا عن ذلك لأنه يفعل ذلك بأمر من الله وبعض الناس يقولون أنه لربما النبي محمد حصل على ذلك من مصدر آخر ربما رأى الشيطان أو شيئا خارقا هل سيأمرك الشيطان بعبادة الإله وحدة؟ وهل سيأمرك الشيطان بأن تنهي الناس عن عبادة الأصنام؟ وهل سيأمرك الشيطان بأن تتصدق وتحسن إلى جيرانك؟ هل سيأمرك بأن تلعن الشيطان لأن هذا ما جاء في القرآن؟ إنه غير منطقي وليس من المنطقية أيضا أن نقول أنه حصل عليه من أشخاص آخرين لأنه كان أميا لا يقرأ فلم يكن قادرا على نقل معلومات من الإغريق أو اللاتينيين أو غيرهم ولم يكن يسافر كي يأخذ من مختلف الثقافات الأخرى سأعطيق مثالا مات ابن النبي محمد وتزامن ذلك مع كسوف الشمس فقال الناس كسفت الشمس لأن ابنه مات لأنه رسول الإله فقالوا إنها معجزة مات ابنه فكسفت الشمس لو كان متواهما كان أول شيء سيقوله طبعا حصل ذلك بسبب ابني لأنني رسول الإله لكن النبي محمد قال هذه آية من الإله ولا تحدث لموت أحد فإن رأيتموها فصلوا فإذا رأيتموها فصلوا فهذا يبين أنه ليس متواهما لأنك لو كنت متواهما ستختلق آياتك تقنع نفسك بوهمك أيضا النبي محمد قاد الجيوش وخاد معارك وقاتل الناس وتزوج النساء وعاش في المجتمع كغيره هل يمكن أن يكون متواهما ويخوض الحروب وتكون قائدا عسكريا وتحمي قومك هل سيكون ذلك منطقي؟ فإن لم يكن أي من هذه الأشياء فما هو الخيار الوحيد المتبقي؟ أنه يقول الحق إنه رسول الإله صحيح؟ دعيني أسألك سؤال هل تعرفين كيف يصير المرء مسلما؟ يقولون جملة نعم يقولون جملة تدعى الشهادة وهي شهادة الإيمان وما هي شهادة الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله ولا معبودة بحق إلا الله وتشهد أن النبي محمد عبده ورسوله هل هذا منطقي؟ وهذا بالتحديد ما كنا نتحدث عنه طوال هذا الحوار فأنت أصلا تؤمنين بالله ووفقتي بأن النبي محمد رسوله فلو شهدت بذلك وهو منطقي وتؤمنين به هكذا تدخلين الإسلام ثم بعد ذلك تتعلمين خطوة بخطوة فحياتك لا تتغير فجأة 180 درجة فلا أحد يصير مسلما وفي اليوم التالي يفعل كل شيء فالأمور لا تتم هكذا فلا يمكن تغيير حياتك بين ليلة وضحاها الناس يتعلمون تدريجيا عندما كان يرسل النبي محمد أصحابه كي يعلم الناس الإسلام كان أول شيء يتكلمون عنه هو وحدانية الإله وبعد ذلك يقومون بتعليمهم كيفية الصلاة تدريجيا وعندما يتعلمون يعلموهم كيفية إتاء الزكاة فالعملية تدريجية كخطوات الطفل الصغير لا يمكن أن تأتي مرة واحدة لكي لا تصابوا بالحيرة وستثقل المعلومات على كاهلك فعندما تصير مسلما تجاهل كلام الناس والأوامر والنواهي وركز على نفسك وعلى قراءة القرآن الكريم وتعلمي الصلاة فعندما يصير المرء مسلما نؤمن نحن المسلمون أن ذلك مفتاح دخول الجنة تخيلي أنني أحمل مفتاحا وسأفتح به باب الجنة فهذا هو المفتاح الوحيد الذي يمكن أن يدخلنا الجنة سؤالي لك هو هل تريدين مفتاح دخول الجنة؟ نعم حسنا حسنا فلو ردتي ورأيي هل تريد أن تجعلني مسلمة؟ لا أنت ستصيرين مسلمة ولست من سأجعلك بل الخالق من سيفعل ذلك لن أجعلك مسلمة فالله هو الهادي فإن كان كلامي منطقي فهذا توفيق من الله هل لو قلتها الآن فسأصير مسلمة؟ سأخبرك بأمر مثير للاهتمام في الإسلام ليس هناك تعميد أو سأسكب عليك قربة ما التي ستحولك الأمر بسيط للغاية الذي يؤمن بالله يدخله الله في الحق عن طريق قول فقط ما يؤمنون به صدقيني في الإسلام بسيط قال النبي محمد إن الدين يصر فالإسلام سهل وليس صعب بل هو من السهل تطبيقه فكل ما عليك فعله هو قول ما في قلبك وسطرين التغيير عندما تبدأين في تطبيق الإسلام في حياتك سطرين التغيير الذي سيطرأ على حياتك بالكلية لكنه منطقي بنسبة لك إثلا الفرق بين الأبيض والأسود بما أنك تعتقدين هذا فهل هناك إشكال في قول ما تؤمنين به فأنت تؤمنين بالله وتؤمنين بالنبي لماذا لا تقوليها؟ هل فهمت قصدي؟ الأمر بسيط جداً رضدي ورائي الأمر بسيط جداً ولا عليك لا أستطيع ترك الطعام الذي ليس حلالاً هل تريدين أكل الطعام الذي ليس حلالاً؟ أريدك أن تفكري في الأمر عندي طعام في الثلاجة لا تهتمي للطعام الذي في سلاجتك ولذلك أخبرتك عن مسألة التدرج لكن دعيني أسألك هل تعلمين ما هو الفرق بين الطعام الحلال وغير الحلال؟ نعم لكن هل تعلمين ما هي فوائد الطعام الحلال؟ هل يعني ذبح الحيوانات برحمة؟ تماماً الطعام الحلال له علاقة بمعاملة الحيوانات وذبحها إلى آخر ذلك لكن أريد أن أخبرك بأمر حتى النبي محمد أخبرنا بأمر فيه رحمة بالحيوانات أخبرنا أننا عندما نريد ذبح حيوان فعلينا إبعاده عن الحيوانات الأخرى كي لا تراه فتفزع ماذا يحصل عندما تفزع الحيوانات؟ تطلق جراثيم في دمها لأنها فزعة ومصدومة فهذه الأشياء من الناحية الطبية نعلم تأثيرها على الحيوانات فاليوم يصعقون الحيوانات ولا يتم ذبحها في الإسلام تذبح الحيوانات فتحس بأدنى مستويات الألم عندما تموت لماذا؟ لأنك تمنع وصول الدم إلى الدماغ فلا تحس بالألم فيحس الحيوان بالألم لبضع ثوان فقط بينما الصعق قد يستغرق ثلاثين ثانية حسب بعض الدراسات خذي الموضوع بالتدريج خطوة فخطوة أولا تدخلين الإسلام وتقرأين القرآن ثم تتعلمين كيفية الصلاة بلا ضغوطات ولن يضغط عليك أحد هذا اختيارك الذي ستتخذينه لأنك تحبيه إذن رضدي ورأي وقولي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن النبي محمدا عبده ورسوله هل رأيتي؟ فالأمر بسيط جدا أختي ما شاء الله أين الأخوات؟ قولي نفس الشيء الذي قلت لكن بلغة العربية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا فقط